السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الفيديو جزيد اليوم اللي سنشوفو فيه مع بعدياتنا طريقة عمل ملاقية خفيفة والحجم ديالها صغير مناسبة للجلبة وكذلك للقطان المهم اول حاجة سنحتاج لها وهي الحرير المبروم علاق ثلاثة ديال الشعرات المهم كنفضل ثلاثة ديال الشعرات وبالنسبة للابراغ الرقم ديالها خمسة الابراغ ديال الراندا اول حاجة كتبتي الخيط في الجهتين التحت والفوق او الفوق عادل تحتي او ممكن نديروا الطريقة الاخرى اللي كنديروها في البديا ديال الخدمة ممكنها عندي في بعض الفيديوهات الان غد ندير غيرها الطريقة العادية غن نخدم هنا الغرز الغرزة الاولى انك تعتمد على عينك ميزانك والطريقة الاخرى اللي كتبقى تديري غرزة فوق غرزة حتى توصل الى الراس ديالتو بعدك تخدمي في الغرزة الاخيرة هذه الطريقة احترافية اكتر من هذه هذه بعد مرات ما تعتكش العبار المناسب المهم هنا غرزتين الغرزة الثانية والغرزة الثالثة غد نجر الخيط الغرزة اللي زوين في هذه الملاقية هادي انكم تقدروا تزينوها بعدة طرق ماشي ضروري تديروا نفس الطريقة اللي انا غد ندير معاكم في هذا الفيديو تقدروا انكم تزينوها بالبريد او تقدروا تزينوها بالطرز الرباطي او باي طريقة وحد خرق وتقدروا انكم تديروا غير العقيق ولا تخليوها كيف ما هي ماشي اشكال المهم كيف ما كتلاحظوا معايا الان درنا هاد الغرزة هادي على التوب وغادي نحاول نتجاوز الغرزة الاولى عندي هنا ثلاثة ديال الغرز ثلاثة ديال الغرز فغادي نتجاوز الغرزة الاولى وغادي نخدم في الغرزة التانية لاحظوا معايا مزيان نتجاوزت الولى وخدمت في الثانية ودابا غادي نخدم في الغرزة التالتة والان غد نخدمه على التوب هنا انا كنحاول مرة مرة نبيل لكم الاتجاه ديال الخيط على قبل السيدات المبتدئات ضروري خاصهم يعرفوا الاتجاهات ديال الخيط المهم ديما فاش كتكون يخدامه بحلكة غد تهبط على تحت كتدير الخيط كتلوحيه من الفوق الان خدمت الغرزة الاولى وهنايا ما ننسوش ان احنا كنا نتجاوز نق غرزة يعني غدي نخدم جوج ديال الغرز باش نعوض هذيك الغرزة اللي انا قد جاوزتها سابقا يعني الان غدي نخدم الغرزة التانية والغرزة التالتة في نفس المكان يعني بحلها خدمت اتناء جوج ديال الغرز في نفس المكان باش نعوض هذيك الغرزة اللي كنا جاوزناها سابقا وبطبيعة الحال ده بغدي نخدمه على التوب وغدي نرجع نعمر نعمر هذي ثلاثة ديال الغرز هذا هو الاتجاه ديال الخيط غدي نخدم فوق من هذي الغرزة هذي هناك تكون حد شوي المسافة قريبة فكتجي صعيبة انك تخدمي فوق من هذي الغرزة المهم هذي الغرزة الاولى وغدي نتاقل باش نرجع هذيك الغرز ديولي كاملين الغرزة الثالثة المهم هنا غدي نحاول اناني ما نستخدمش سرعة وغدي نبشي غير بشوية الغرزة الثالثة ونرجعوك طبيعة الحال نخدموه فوق من التوب واحد ملاحظة بامكانكم اللي بغيت تدير هذي الملاقية هذي على اربعه ديال الغرزات تقدر انها تدير اعلى اربعه ديال الغرزات يعني ماشي اشكال نفس الطريقة نفس الخدمة غير هو عوض فاش تديري ثلاثة الغرزات غدا تديري اربعة المهم الان خدمنا الغرزة الاولى والثانية وغدا رجع نكمل الاخر غرزة اللي هي الغرزة الثالثة ندور الخيط في الاتجاه ونخدم على التوب واخيرا هذي الغرزة اللي على التوب هنا غدي تلاحظوا معايا غير العدد ديال الغرز باش نقدرون ديرو يعني نشكلو هذي الملاقية هذي المهم الان غرزة الاولى وغدي نخدم هنا وغدي ندير الغرزة الثانية والغرزة الثالثة الغرزة الثالثة الثلاثة 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 الغرزات وهي مهمة بزاف دا بغدي نوري لكم كيفاش غدي نحسبو هنا فاش كتوصلي لهذ المرحلة هذي كتتديري كتتجاوزي غرزة وكتخدمي في الثانية ودابة غدي نمشيو نخدمو على التوب وغدي مزادة بنرجع في الغرز ديولي هنا غرزة الاولى وغدي نخدم على هذ الغرزة اللي انا كنت جاوزت خاسني نعود نرجعها وغدي نخدم الغرزة الثانية والثالثة في نفس المكان ودابة غدي نخدمو على التوب الخيط جيت لتحت غدي نجر الخيط حاولوا ديما تخدمو بدفرانكم فاش تجروا الخيط تضربوه بدفاركم باش يتبت الخيط في بلاستو ويجيكم الخدمة مزايرة يتبت خلال اغلبية تسييدات تساوي القادية تبقى غير خدامق وما تضربوه الخيط بدفارها فى يبقى وحد الخيط بحلها ما تتزيرش وكتجي الخدمة مرخوفة مو ما تتغير الانسان يعني تبقى الزربة تزربي 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 ومع هذك السرعة ما تتخدميش بدفرك واغلبية و اغلبية ليلة ما خدمتيش بدفرك ستقدر ان الخدمة تجيك مرخية مهم من الافضل فلاحظوا معي مزيان دائما كنرجع هذك ثلاثة دي الغرز ديول اللي عندي عندك ثلاثة كتبقى يخداما بيهم ولكن تدرت يربعة كذلك غتبقى يخداما بيهم و الان دا بغادي نخدم على التوب و دا بغا رجع نهبط المهم هذ الملاقية هذيرها سهلة و بسيطة بزيف انا بغيت نديرها اعلاقي بالسيدات المبتديئات هاتشي عليش مدرش في السرعة بغيت نمشي وخال فيديو جا طويل مشي مشكل غير باش نمشي و على خاطرنا المهم هنا كيف ما كتلاحظوا معايا قدرت جوج دي الغرز و هذي هي الغرزة التالتة و دابا غادي نخدمو على التوب لاحظوا معايا دابا غادي نحسب غادي نحسب غادي نحسب هنا في الجهة الفوقانية حدا هذيك العيل الكبيرة هنا عندك ثلاثة دائما مالك تديري ثلاثة دي الغرز في التوب كتبدي الحساب من هذيك العيل الكبيرة و الفراغ الكبير كتحس بي ثلاثة ضربات في التوب غير كتوصلي ثلاثة ضربات في التوب كتديري هذيك الغرزة التحت كتتجاوزي وحده وتخدمي في الثاني ممكن تمنى ان الفرح يكون واضح والصورة كدلك تكون واضحة كيف ما كتلاحظوا معايا الان دابا خدمت الغرزة الأولى سوف نعود ونرجع هذيك ثلاثة الغرز ديولي اللي خدمت هنا فهذي الغرزة التانية والغرزة التالتة في نفس المكان وفي نفس الفراغ كما قلت لكم ديما هذيك الضربة فهذه اللي كتديروها على الفراغ هي اللي كتحسبو بها كتحسب بها ثلاثة ضربات على التوب كتجي للجهة المقابلة وكتجاوزي غرزة وتخدمي في الأخرى كيف ما كتلاحظوا معايا هذي الخدمة كتجي بحل متلت هنا فغادي نزيد نستمر دلت الغرزة الأولى والغرزة التانية ثم الغرزة التالتة وغادي نخدمه دابع للتوب غادي نمشي وارجع باش نكمل لاحظوا معايا مزيان الغرزة الأولى والغرزة التانية ثم الغرزة التالتة الغرزة التالتة والآن غادي نخدمه على التوب كالعادة المهم كيف ما كتلاحظوا معايا الآن خدمنا على التوب فهذا هو الشكل هذي الخدمة هذي هنا واحد اثنان ثلاثة ما زال هنا غادي نزيد نطلع باش نوصل لهذاك الرأس الفوق تم مفاش غادي نجاوز هذي الغرزة لاحظوا معايا مزيان هنا نده ثلاثة ذي الغرزات وغادي نخدم على التوب ارجع نهبط لتحت ونحسب هذي ثلاثة الغرزات لاحظوا معايا غا تحسبوا من هنا واحد اثنان ثلاثة دائما فاش كتخدمي ثلاثة ذي الضربات على التوب ابتداء من هذيك الفراغ الكبير كتبدي الحساب من الفراغ الكبير غادي ترجع الفوق وديري الفراغ الفوق ودابة غادي نخدمو هذي ضربة ديالنا على التوب المهم كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا الخدمة ديالنا نزيد معاكم هذي شوية لاحظوا معايا مزيان نخدمت الدربة الثانية والغرزة الثالثة في نفس المكان ولا في نفس الفراغ ديما هذيك الفراغ كنعوضوه بجوج ديال الغرز ماشي غير في هذي الخدمة في اي خدمة فانا زدت هنا خدمت غير هذي شوية لان هذا غروحة طريف ديال توب او بغيت نوري لكم في هذي الخدمة فكيف ما كتلاحظوا معايا مزيان كم ما قلت لكم هذ الخدمة هذي سهلة وبسيطة بزاف وتقدروا تزينوها باي طريقة بغيته ممكن انكم تديروا البريد تقدروا انكم تديروا ما بين هذيك الفراغات تديروا اي شكل ديال البريد كيعجبكم او تقدروا تديروا غير العقيق او تقدروا تديروا الترز الرباطي ما بين هذيك الفراغات تبقى غير كتدوري في الخيط مهم ليعجبك الان لاحدي معي هذي طريقة اول حاجة هنا خدمت على هذيك الربعة الغرز اللي كانين عندي ما بين كله فراغ وفراغ فاخدمت على هذي الغرز اللولة هنا رجعت طلعت الخيط من هذي الفراغ مهما انا حاولت انا ندير شي شكل يكون جديد وصافي كما قلت لكم هذي ملاقيق سهلة وبسيطها بزاف وتقدري تزينيها بأي طريقة عجباتك ماشي ضروري هذي طريقة هنا غدا تخدمي اسفل هذي الجوج ديال الخيوطة اللي احنا درناهم اتحاولي انك تديري الحبكة الحبكة دائما كتكون هذيك الخيط كيبقى من التحت هنا غدا نرجع هذي الخيط نحاول نطلعه شوية الفوق ولاحظوا معي الاتجاه ديال الخيط مهم بزاف الخيط ههو بهذا الشكل غدا ندوروا لهذا الاتجاه وغدا نهبط الابرة اسفل هذي الجوج ديال الخيوط وغدا نجر الخيط دائما الخيط نخليه في اتجاه غدا نهبط الابرة اسفل هذي الجوج ديال الخيوط وغدا نخدم الحبكة التالثة المهم هنا العدد هذي الحبكات تقدروا تديروا العدد اللي بغيتوا غير تباليكم عمرات وحبسوا هذي الحبكة الرابعة ودابا غدا نرجع وندير الحبكة الخامسة تقريبا في الحبكة الخامسة تبالك عمرات إلا بلك انك تقدري تزيدي الحبكة السادسة ممكن مهم هنا غدا نهبط ونضع الخيط في الغرزة الأولى وسيقوم بطلع الغرزة الثالثة هنا قسمتهم على الرجل ونضع في الغرزة الثانية ونضع الغرزة الالثانية وده بغا ندير نفس الشيء هنعاود نهبط الابرة من هادك الفراغ لكنا تجاوزنا في غرزة وغادي نطلع الابرة من الغرزة الرابعة ده بغادي ندير نفس الخدمة ولنفس الطريقة كتطلعي كتديري كتدوري الخيط في هاد الاتجاه وكتديري الحبكة ديالك عادي جدا الحبكة من أسهل الدروس بالنسبة للراندة أو للطرز كتستخدم حتى في الطرز فغادي نرجع وكيما قلت لكم غا ندير دابة الحبكة الثالثة وندور الخيط دائما في الاتجاه العلوي الجيهة العلوية وغادي نرجع وندير الحبكة الرابعة وندور الخيط ونعود ندير الحبكة الخامسة هنا كما قلت لكم تقدروا تديروا العدد ديال الحبكات اللي بغيتو إلاجاتكم استدي الحبكات ديروها المهم من أجاتني خمسة مزيانة غرجع نهبط الابرة وغادي نطلعها في الفراغ باش نخدم الجهاغ المقابلة هنا عودتاني كينا وحد القادي يزوينا في هاد درس انك تقدري تخدمي الاتجاهات اللي بغيتي يعني هنا اعتبر الخدمة بحل مقسمة لعدة متلاتات كل هادوك الفراغات بحلك يعطوك متلات يعني انت تقدري تحكمي تخدمي المتلاتات مثلا اللي التحت بوحدهم وللفوق تديريهم مثلا بالعقيق ولا تديرهم بالطرز الرباطي أو تقدري تدير هادوك المتلاتات مخالفين مهم أنا غاد نوري لكم داب هاد شكل ومن بعد انتوما كل وحدة تدير شكل اللي يعجبها كيف ما كتلاحظوا معايا هنا يخدمت في هديك الغرزة الأولى والغرزة الثانية وجمعتهم مع هاد الفراغ الآن لاحظوا معايا مزيان هاد جوج ديال الخيوطة غدي نحبك عليهم دائماً غدي ندير الخيط على الاتجاه العلوي بحلكة جرى الخيط الفوق وهنا غدي نجر الخيط دائماً غدي ندور الخيط هنا باش ندير الحبكة الثانية ورجع نخدم الحبكة الثالثة والحبكة الرابعة شكل ديالك يجيب حل شي قلب مصايب هاد الحبكة هادي هاد شي اللي يعجبني في هاد الخدمة وتقدري كما قلت لك انك تدير تعتابري ان الخدمة عبارة على متلاتات باش تقدري تعرفي شنو هم المتلاتات اللي غدا تخدمي واش غا تخدمي المتلاتات للفوق ولا للتحت او انك تديري مثلاً مرة التحت مرة الفوق ولي ما بقى تقدري تزوقيه بمثلاً تديري متلت بالطرز الرباطي يعني غير تدوري الخيط حتى يعتكو حد متلت او تديري العقايا قولة تديري اللي بغيتي او ممكن كذلك تخلين بلاسة فارغة لاحظوا معي مزيان هنا خدمت في الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة وبطبيعة الحال غدا نجر الخيط كالعادة ديما كتخدمي في هادوك جوج ديال الغرز اللولين وجوج ديال الغرز اللاخرين وكتجمعيه مع هادوك الفاراغ بحل هادوك الفاراغ هو اللي كي يجمع لك ما بين هادوك الربعه ديال الغرز المهم هنا الحبكة بنفس الطريقة ديما غتدوري الخيط الفوق وغدقتها بطيه تحت من هادوك ديال الخيوط وتجري الخيط هنا تجري ليحت التوب ماشي اشكال كما قلت لكم هادوك غير طرف ديال التوب ولي خدمت بيه فهنا تقريبا درت ربعه ديال الحبكات ربعه ولا خمسه المهم الان لاحظوا معي مزيان دبانا غدا نخلي هادوك الموتيلة التحتاني بيش تفهموني علش كنهضر غادي نخلي هادوك الموتيلة اللي التحت ما غاديش نخدمه وغاديش نخدم الموتيلة للفوق ومن بعدها رجع الموتيلة التحتاني وغايبقى ليه هادا اللي في الوسط غايبقى فارغة اما انكم تخليوه فارغة او انكم تزينوه باي طريقة بغايتو ولان موهم انا غادي نضيلي العقيق غير كفكرة باش نشوفو كيفاش غايش شكل ديال هاد الملاقية بالعقيق هنا درنا هاد جوج ديال الخيوط وخدمنا الموهم انا خدمت هادوك الجوج ديال الموتيلاتات الاخيرين والان غادي نوري لكم شكل بالعقيق فهذاك الموتيلة اللي بقاليه في الوسط ايلا بغايتو انكم تديرو يعني متخليوش قاع هاداك الموتيلة اللي فارغة تقدرو انكم متخليوش تبقاوا غادي وكتعمرو تعمرو تعمرو في الملاقية ديالكم حتى تتساليو تقدرو انكم تديرو هاد الفكرة ومتنسوش تقدرو انكم تخدمو بجوج ديال الالوان انا هنا خدمت بنفس اللون ولكن ممكن الى كانوا عندكم جوج ديال الالوان متناسقين تقدرو انكم تخدمو بجوج ديال الالوان موهم اعجباتني بلون واحد ومشاهدة ممتعة وشكرا للدعم ديالكم وشكرا للتعاليق ديالكم زوينين وكنتمنى ان الفيديو نالاعجاب ديالكم